اليوم في المتنال نائب أمين عمال طيار ديمقراطي محمد الحمد والوزير الأسواق تبا خيسي محمد با خير شكرا لك شكرا لك قبولك دعوتنا صباحي ونقولك حمد الله على سلامتك حمد الله على بس عود تخرج في الإعلام بعد الفترة اللي تعديت بيها بعد حادث مرور حمد الله على سلامتك الحمد الله على يوريك بس وشالك حد البس وشالله ما يتصاب حد والحمد لله قبل ما نحكيه على البارح منذ يومين اجتماع خمسة أحزاب الطيار تكتل حزب العمال الجمهوري والقطب واللي انتوما أعلنتوا عدم مشاركتهم في الانتخابات التشايا حالي نرجع على الحدث وهو مثول أمين عمال طيار ديمقراطي الأستاذ غازي الشويش أمام قادة تحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تصريح حول استقالة رئيس الحكومة اللي كنا نحكيه في الأوف وحنا داخلين اللي هو كان في البلاتو هذية وفي مكانك هذية السيد محمد الحمدي قال أنه عنده معلومات أنه رئيس الحكومة استقالت ولكن رئيس الجمهورية مزان ما استجابش لاستقالتها وهذا المعلومة اللي قالها اللي خليت أنه هو يمثل أمام القضب هذا هو يعني؟ أي هذا هو هذا هو تقريبا معناه لنعاش الذاكرة التصريح هذا تقريبا كان في شهر مايه شهر مايه ووقت أنا على ما نذكر وعلى ما كتبت وقتا نذكر أنا الأخبار هذا دار في الأوساط السياسية والإعلامية بل أصلا بل يصرح بيه سيغازي بحذيكم له نيه صرحت بيه بعض وسائل الإعلام فما كانش معناها من ابتكاره هو والا كان خافي معناه في طبعا أنا معنديش ما يثبت هل هو فعلا صحيح وحتى كان صار باش منثبته طوي إذا كان المعنية بالآمر قالت ليه وأنا متوقع هذا هو اللي صار معناها فاء السيغازي في سياق تحليل قرأ وعلمنا كونها قدمت استقالتها ولكن الاستقالة رفضة بايا نفترض أن الخبر هذا صحيح طويلا مش لف الإحالة مش لف الإحالة وهذا خبر عادي جدا في ضمن تحليل سياسي وعلى فكرة رأوا الاستقالة رأيه مش عيب الاستقالة بالعكس في نظام ديمقراطي رأيه مسألة عادي يعني تحب تقول الحديث عن الاستقالة مش عيب بالضبط طبعا بما أن الاستقالة مش عيب أنا كي ينسب لك الاستقالة لم أنسب لكي أمرا مشينا توما حتى الإحالة أنا يبدو لي إحالة شبش نقول أنا حبش نستعمل كلام كبير أم إحالة غير موفقة يعني في نهاية الأمر معناها تحيل بالمرسوم مياه وخمستاش أو بالمجلة الجنائية بالفصل الثلاثة وعشرين يعني مش بالمرسوم الجديد مرسوم أربعة وخمسين كما يوقع لا ما نصورش عادي ما نصورش خطر هذا نص بعدي معناها ما عنداش مفعول رجعية على وقايع وقت قبل صدورها معناها عادة التهمة القريبة بين غفرين والتي هي ما تنتبقش بالمرة هي نسبة أمر غير قانوني إلى موظف عمومي الاستقالة ليش أمر غير قانوني تو لو قال مثلا راو ثم سوت أصرف ثم فساد ثم استغلال النفوذ ثم كذا كذا فيها وجهة نظر وعليها أن يثبت البين عليه لكن في هذه شنو معناها علشت حيلها شنو الأمر استغربتوا يعني أنتم في الزيار تفاجأتوا كيف شقرتوها كيف شقرتوها هو احنا الحقيقة حضر الناجم يقول وقتا أنه المس من استقرار البلاد والبلاد في حاجة لاستقرار وعليش مثل هذه المعلومات وكأنها ضرب لرئيسة الحكومة واستقرار الحكومة لا هو مريم مش استغربنا بقدر ما استهجنا نستهجن لا نستغرب عشمعنا لا نستغرب مع الأسف احنا التصرف هذا بدي متوقع من السلطة السلطة واضح أنها تتوجه وتنزع إلى محاولة إلجام وإخراس معارضية باستعمال القضاء باستعمال المنظومة السريعية الموجودة بتطويعها بتطبيقها في غير محلها هذا واضح توجه واضح معنى هو توجه أصبح فارق إلى درجة يعني الأذلة عليه معنى أكثر من أن تحصى يعني نحكو رو في السياق ووقع فيه معنى يقع فيه محاولة ضرب استقلال القضاء وتطويع القضاء وحل المجلس الأعلى القضاء وعزل مجموعة ملقوضات بلا شبهة بلا ملفات لا في التفقدية ولا في القضاء معنى التعنت واستعصاء في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية لحكمة بوقف التنفيذ يعني الاستلاع الحركة القضائية اللي الآن ما تمتش وآمس سيد قيس عيد في لقاءة مع وزيرة العدل يتحدث على حقها في الاعتراض وأنه قاعد يعترض وفقا على التقارير وأدلة يعني استفيدة في نهاية الأمر هذا كل شنوه آخرها معنى آخر العنقود هو المرسومة 54 مرسومة 54 اللي بن علي ما عملاش بن علي نذكر أنا في 2009 تقريبا ولا 2010 عمل قانون وقتها سمه قانون جريم الاقتصادية ولكن وقت بن علي ما كنش حتى الحوار دي نجمو نعملوه سيد محام الحمد لا طبعا لا طبعا لا طبعا السياق غير السياق المقارنة مفيدة رو المقارنة مفيدة طيو احنا ما هو شنوه طيو النظام بن علي النظام استبدادي معناه وحتى واحد ما شك في أنه أو عنده شبهة أنه نظام ديمقراطي لكن مو سمنايش لحكاية هذه نذكر أنا بن علي عمل قانون نسمى قانون جريم الاقتصادية وقتها قال كل من يسرح في الخارج أن النظام استبدادي فهو ينسي إلى سورة تولس واقتصاد تولس وكان أقل على أقل زجرية من القانون هذا يعني هذا قانون يحكي على نشر إشاعات وبلغات كذبه وغيرها هذا موجود في كل الدول ربما فم بعض اللوم على أنه المدة السجن بخمسة سنوات خمسين ألف دينار ولكن موجود رو في الدول خاصة بعد أنترنت وشبكة توصل اجتماعي وانتي بيديك سي محمد تعرض للثل لا بتفهميه طبعا نحن مش معناه مع الثل مش معناه مع الثلب وما ترويج الأخبار الزايفة ولا إثارة الرأي العام بالأكذيب والمغلطات لا لا أما في القانون راه والقوانين أراه يتحدد مصاير ناس نجم الدخل واحد حب ترى ولا ما الدخلاش يش معناه؟ معناه يتطلب فيها الدقة يتطلب فيها الدقة تحدد اش معناها نشر أقباش زايفة اش معناها كذاش دقة دقة باش ما تخليهاش مطلقة على عواهنها وتأولها انت كما تحب ولا حتى لا يصير التأويل كما تريد هو السلطة خاصة اللي في دمقاليد السلطة التنفيذية في إطار انت جاعد تصفي في استقلالية السلطة وما تعترفش انت باستقلالية السلطة انت تقول وظايف خاصة هذا ثم حاجة أخر التناسب التناسب بين الفعل والعقوبة راو نحكو على سمحوني معناه انا قلت راو بالله بالمرسومة 54 تارف ماناها مريم بالمرسومة 54 التوانسة كل في حالة صراح شرطي كنا سورسي الكن سورسي معناه الكن محكومين بالسجن مع تجهيل تنفيذ ناجم على الأقل واحد يناجم قبل ما يتحدث ويتكلم ما يتهجمش عن الناس لا مش هذا الموضوع ناجموش ينقولو إلي ناجم يكون القانون هذي مهم لأخلقة الحياة السياسية والحياة العامة بين الناس ولكن ولكن ما يكونش كما كنت تقولو سيد محمد الحامدي ما فيش ذوابط ما فيش يعني إمكانية التأويل هي بالضبط وفي تناسب بين الفعل ومعناها والحقوبة يعني في نهاية الأمر في نهاية الأمر معناها القوانين ما هي القوانين هي تنظم الحرية مش تلوغي الحرية يا راه القانون جاي لتنظيم الحرية هذا قوانون عندك حاشين بش تفهم قانون تفهم ما في النص أقرى النص نفسه والسياق زادة حتى السياق عندها دول صحيح طبع حتى السياق عندها دول السياق وقتها جي السياق جاي قبل انتخابات في ظل قانون انتخابي رفضات الناس في ظل دعوة من أغلب الأحزاب المحترمة في البلاد لمقاطعتها في ظل محاولات من السلطة التنفيذية لتصفية كل الهيئات التعديلية والانفراد بسلطة وتحويل وجهتها واضح السياق من في السياق هذا جيستد عاسي غازي تحطوا في السياق هذا طبعا في السياق هذا مثل مش حاجة أخرى يمكن هذا نربطه بسياق آخر سيد محمد الحامدي وهي لكن معلوف العلاقة ما بين سيد غازي الشويشي ورئيس الجمهورية التير ديمقراطي ورئيس الجمهورية لتغير تماما يعني تغير 180 درجة وصلنا اليوم حتى أن سيد غازي الشويشي يقول الرئيس عندما يتحدث يقصد فيه وكأنه رئيس الجمهورية يجيب سيد غازي الشويشي نجم ونقروها هكذا والله يشوف فيهو التيار الديمقراطي ولا سيغازي التيار الديمقراطي معناها العلاقة كانت سياسية لا معناها مش علاقة مش علاقة لا عداوة بإطلاق ولا زد صداقة بإطلاق علاقة تتحدد على أساس موقف كل طرف في مرحلة معينة طبعا التوانسة الكل والأحزاب السياسية في أغلبها يعني قيس عيدرا هو مناه ولا رئيس بأغلبية أكثر من مريحة معناها يعني الناس صوتت له فيه سياق محدد باش ما صوتتش الغيرة وبعض توسم فيها أنه ممكن ما تمسش ياسر بمشاكل السياسة ولا عيبه ولا قرهي ثم كانت العلاقة في فترة محترمة جدا وكان معناها التقينا في كثير من المواقف لكن بدأ التمايز في مساء الجوهري أنا نقولي كان وقتش بدأت بالضبط وقتش بدأت حتى وصلنا للقاطعة وقتش بدأت كانت تذكر وقت لي الرئيس خرج قال أنا رئيس كل القوات المسلحة القوات العسكرية والأمنية وانا لا رأي الدستور نقول شك وقتها في صراعة مع رئيس الحكومة كانت تذكر قال رأوا تابعيني لكل قلنا لا لا رأوا الدستور بيقول شك زمن حكومة المشيش ايه زمن حكومة المشيش كل اللي في زمن في آخر أيام حكومة المشيش النقطة الثانية وقت لي عطل قبله هو عطلو غير رأوا ثم مجمع أخرين قبله عطلوا اليوم أساس النهضة والنداء عطلوا المحت مدستوري بعد عطل هو وقال لا حتى العام ممتع الأجال اللي حددها الدستور فات معنا كأنك يا فات العام مش لازم منها بالمرة ولت مشكلة معنا من حبوش نعمل دعم حكومة دستورية والنقطة الموالية وقت لي رفض ان الوزراء ممتع المشيشي فيك التحوير الحكومي يقدوا اليمين الدستور وقال فاسدين ايه قلنا له يحدد الفاسدين وقل لي عليهم لا هو ما حددش لا هو ما يمضوش ها وقتها ولا ثم القلق والبينظفرين القطيعة 25 جويلية 25 جويلية 25 جويلية اللي في نهاية الأمر 25 وإلا ما بعد 25 لا 25 انتو ما خاتر معا اللي صار 25 لا 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 موقف المكتب السياسي نهار 26 لاربعة بتاع الصباح موقف بعض الأفراد تلزمه موقف المكتب السياسي اللي هو الهيئة السياسية اللي تعبر عن موقف الحزب وتصدر بيانات الحزب في الشأن السياسي المتسارع نهار احنا في 25 في الليل مجتمعين مجتمعين مش حول 25 وقتها من دروش صار في الأثناء لأنو نعرفوا شنوه صار صار في الأثناء صار في الأثناء صار في الأثناء فخرجنا بيانه للتاريخ تقريبا تقريبا أول بيان حزبي هبط معالها ربعة أصباح كان منا الاجتماع خرجناها نقوله فيه مباشرة أننا نرفض تأوير رئيس الجمهورية للفصل الثمانين وأن اللي عملة معنده حتى علاقة بالفصل الثمانين وأننا سنرفض كل ما سينجروا عنه والتقيت هوني مع بعض الأحزاب في هذا الموقف كما النهضة وأحزاب أخرى اللي هي ضد 25 جوين لا هو 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 شوفي هو روه يحدد الموقف أنا وقتي نحدد الموقف ما نحددهش بالضد أو بالمعاء ما نحددهش طرف الفلاني بيشكون معاه ولا نحدد الموقف انطلاقا من قناعاتي وانطلاقا من تقديري لمصلحة البلاد احنا في قناعاتنا تير ديمقراطي معروف ديمقراطي فعلا احنا في قناعاتنا معروفين ساعات ليلي اللومونة ركز وياسر على المسألة الديمقراطية والمسألة السياسية مركزية معناها تكاد تتحول لدينا إلى نوع من العقيدة معناها من الجمشانة لأنه ثم أزمة في موسات الحكم وثم أزمة فعلا كانت في موسات الحكم من الجمشانة باسم الأزمة أو معالجة الأزمة في موسات الحكم جزء من مؤسسة الحكم ينقلب على البقي وهذا هو اللي صاره من الرئيس استغل حالة من العطب السياسي استغل حالة من الاحتقان الشعبي ويعني انقلب بالوضوح مثلا انقلب كمؤسسة رئاسية على الحكومة ورئاسة الحكومة وعلى البرلمان هل يمكن لرئيس الجمهورية ان ينقلب على حكومته وينقلب على مؤسسة من قسات الدولة باستعمال اداة من نموات الدولة هذا هو الوقاع الوقاع هو انقلب جزء من السلطة جزء من السلطة التنفيذية انقلب على بقية مكونات رجعنا بها شوي لكن مهم باش نفهم موقفكم اليوم عام وشهرين بعد 25 جولة عام وشهرين تقريبا فقط باش نختم في المثلة هل كان المشكل مشخص انا في اعتقادي انا نذكر مثلا مش مشخصة سيغازي انا نعرفها معناه وما يدخلش في الصراعات المشخصة يعمل في السياسة الرجل الثاني حاجة في التيار الديمقراطي ربما اللي كانت عنده صيلة شخصية بالرئيس سابقا هو انا قبلته قدش من مرة بل كنا نجالسوا بعضنا في المقهى نعرفوا بعضنا نتحدوا نتناقشوا نختلفوا وعلاقتنا محترمة جدا وإلى الآن في المستوى الشخصي محترمة فيش كنتو تلتقي وانتي وقايس سعيد الأستير فيش كنتو شنو النقاط التليقيت ليه انت يعني قبل لا عديدة لكن كان ديما موضوع الاختلاف هو تصورة للنظام السياسي وكننا نتلاقو مع اصدقاء مشتركين يعني معناها عادي جدا في نقاشات بالضبط يعني مثل ماسي غازي ما عندش سيلة محددة بالسيد الرئيس ونذكر للتاريخ رو وقتها شوالة الملسلة كانها فرونتال بين سيغال بين غازي الشواشي ورئيس الجمهور لا وقت لسيد الرئيس اجتمع مع تقريبا رئيس الحكومة أو وزيرة العدل وتحدث على وزير سابق في أملاك الدولة وعنده فساد وعنده كذا ويعطي في الملفات بالمراكنة وليأحزاب سياسية ووضح ويتحدث على تاريخ التاريخ هكا فيه سيغازي وزير أملاك الدولة معنى واتهامات خطيرة سيغازي قال بوضوح نتحدك ومن حقه تتنازل على الحسانة ونمشل القضاء وعلى فكرة رو رو قدمت قضية في الموضوع هذا ومش سيغازي قدمها معنى النيابة العمومية تحركت وطبعا حفظ الملف لأنه لا ثم فساد ولا ثم تلاعب ولا ثم شيء إذن سيغازي روه للتاريخ سيغازي من حق الآن يقاضي رياسة الجمهورية لأن التهمات باتهامات والقضاء أثبت أنه لا أساس لتلك الدعاوة يعني وكأنه مسألة مسألة ولد شخصية لا مسألة في مسألة معناها استهداف وزير سابق واتهامة بالفاسد وعلى فكرة السيد الرئيس رو ما اتهمش كان سيغازي بالفاسد وراه في كل اجتماع يتحدث على الفاسدين والمتآميرين واللي ما يحدثهم مش شكور تقريبا معناها بخلاف جمعتها سمحني في العبارة بقي تتوانسة فاسدين ومتآمرين ومخمورين ويتعاملوا مع الخارج ويبيعوا ويشروا وبل حتى في جماعة المدل في بلاغ البيان الرئيس الجمهورية يحكي على ثم جماعتي لهم صادقين وثم جماعتي لهم مندسين ويظهرون ما لا يبتلون على المسألة مش مع سيغازي عما سيغازي رو شخص عمير رو أمين عن حزب نرجع للموقفكم كحزب انتوما ومجموعة من الأحزاب كنت اذكرتم منذ قليل مع التيار فم حزب التكتل حزب العمير والجمهوري والقطو واللي انتوما كونتوا نوع من الخماسي نوع من الاختلاف الخماسي وقررتوا عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية وهكا تولي قائمة الرافذين للمشاركة فيها مجموعة الأحزاب هذية والنهضة والدستوري الحر يعني تلتقي النهضة والدستوري الحر ومجموعة الأحزاب هذية في قرار عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية أنا اعتقادي مريم الأسهل خلا نحدده شكون بش يشارك من الأحزاب خطر لي مش مشاركين في بالي هك هما الأغلبية أغلبية الأحزاب بتعطي المقاطعة أنا لدرجة السؤال الصحيح هو شكون بش شارك يعني شكون هم الأحزاب اللي بشارك مع احترام يرا إلا كان حددنا المشاركة فقط بالأحزاب لا أنا أنا عندي عمادة ديمقراطية الليل تكتشف الإنسانية حاجة خرارها عمادة ديمقراطية التمثيلية الديمقراطية البرلمانية والأحزاب هذا عماده لكن انت تعرف موقف رئيس الجمهورية لا من حقا لكن تصوراتها وش هاويها متصوراتها وش هاويها مش في بلادنا خلينا نقولوا الأحزاب الوازنة اللي عندها تمثيلية وليكنت عندها كتل في البرلمان يعني النهضة الدستوري الحر اليوم فما أحزاب ما زلنا ما سمعنا هاش بش نقول النهضة والدستور والتيار طيار كان ثالث حزبرا في البرلمانية طبعا 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 ليه بش نقول فما النهضة والدستور الحر بش نرجع للتيار والمجموع اللي ما أقول فما أحزاب أخرى كانت موجودة عندها حتى كتل كما تحية تونس كما نيدا فما كتل صغيرة اللي مزلنا ما سمعنا همش فما حركة الشعب اللي هي معروف موقفها أنت تقول اليوم الأحزاب الرافضة المشاركة أكثر أنا نقولك مريم باختيش دار شديد مره بش نتعبوش رواحنا ونتعبو في الأحزاب اللي كانت معروفة في المشهد اللي قبل 25 لحد نهار 25 سمع حزب واحد بيشارك اللي هو حركة شعب بقي كله نحكو على سامحني على الظواهر خرجة المدة اللي فاتت حراك الجمهورية الجمهورية عدد ثنين وثلاثة وطرة من هو تلاف 25 جويلة هالناس اللي ركبت الموجة تو بتعمل أحزاب أطلع لأتمنك هذي هذي حاجة أخرى أما الأحزاب ثم أحزاب رأوا ركبت الموجة أسابيع قبل انتخابات وعملت يعني ولت هي تشارك وقدمت يعني حتى للرئاسية في 2019 لا مسيرس يعني عادي في الحياة سياسية تنسية كل يوم مفاجأة لا لا مسيرس لا 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 أنا نحكي اللي عندهم وزن قبل لا تدخل الجرافة اللي بتجرها في الحياة سياسية ولي نحاول ونصدولها ثم حزب واحد أعلى المشاركة اللي هو حرك شاب البقية منعرفش أنا منعرفش لكن في نهاية الأمر إذا نحكي على وجود حقيقي ووجود تاريخي ووجود مؤثر ووجود فاعل الأحزاب الموجودة والتاريخية والمؤثرة والفاعلة واللي كانت معناها الخمسة وعشرين معناها تملى المشهد وما زالت إلى الآن تملى المشهد الإعلامي رغم كل محاولات تجريف الحياة السياسية تسعين بالمئة منها أعلن المقاطعة وكما قلت لي كان في اعتقادي ومش في اعتقادي هذا هو الفكر السياسي الإنساني معناها الفكر السياسي الإنساني يقول رأي الديمقراطية مهيش أفضل الأنظمة لكنها أقلها سوءا وإلى حد الآن رأوا ما اكتشفتش الإنسانية أو الفكر السياسي الإنساني نظام أكثر معناها قدرة على حل مشاكل الخلاف السياسي وإدارة الشأن العام معناها إلا في أحلام البعض إلا في أحلام وعلى فكرة حتى أحلام البعض هذه رأي جربت وحيث ما جربت خربت يعني في نهاية الأمر حتى هذه أفكار عن الديمقراطية المباشرة والنظام القاعدي وتسيير ذاتي هذه رأي جرباء في تجارة سابقة لو تقدمت وقررت المشاركة في الانتخابات بهذا القانون الانتخابي الجديد تعتبر عندكم حظوظ للفوز بالمقاعد وتواجد في البرلمين خلنا عملوا شوية هكا لا لا مش معناها لا ما نعملوش سيميراسي شنو اللي خليكم ترفضوا هل هي مسائل مبدئية؟ هل هو القانون الانتخابي في حد ذاته؟ هل هو في تصوركم للحياة السياسية؟ هل هو رفضكم لتصور قاية سعيد؟ هي مسألة مبدئية هي مسألة مبدئية السياق اللي احنا فيه شنو؟ السياق اللي احنا فيه هو سياق انقلابي هو سياق الاستيلاء من قبل قاية سعيد على السلطة في مفرداتها المختلفة وتدمير كل السلطة المضادة وابو ار المقاومة والممانعة هذا السياق وعلى فكرة انا هني احب نقول لتوانسا رو الانتخابات الجاية ما هيش استحقاق وطني هي استحقاق ضمن خارطة طريق بتاع قاية سعيد هي موعد لقيس سعيد مش مش للشعب التونسي ما هيش استحقاق وطني هو حدد خارطة طريق وحده بمفرده ودفعه في اتجاهها توانسا ونذكر انا توانسا هو في خمسة وعشرين قال انا ما انا اعلنت الحالة الاستثنائية وفق تاويل الفصل الثمانين اللي هو واحد يقرأ بالعربي يعرف ان اللي عاملة ما تستحقش فقيه دستوري واحد يفك اللساء لا لا واحد يفك اللساء العربي علما انا نقوله كان رو من اللي كتبوه الدستور اما هي ما تستحقش حتى انه يكون نايب سابق لا لا هي واحد يقرأ بالعربي يعرف اللي تم عنداش علاقة هذي النقطة الثانية وقت اللي كان تذكره ومذكرت وانسا وقت اللي خرج واحد من المستشاريه قرنا بنبدله الدستور وحتاجت الناس. خرجه هو قال له. انا محترم الدستور. واللي اللي اعمل فيه كل فيه طرد دستور. ونعود ان ذكر توانس. وقت اللي عمله استشارة الالكترونية. رايلي استشارة الالكترونية على قلتهم خمسمائة تلف على قل. رام مع ذلك ما كانتش لاغلبية مع تغيير الدستور. الا باك الحسبة اللي اعملها وزير الاتصالات واللي يضحك. معنا. واحد يقرأ حتى في الرياضيات متاع الابتدائي ما اعملهاش. نقطة موالية. نقطة موالية. القانون الاتخابي. معناها معناها السيد الحدد. اي القانون الاتخابيا. القانون الاتخاب يجي بعداش. بعد ما سماقي سعايد الدستور. انا ما سميش دستور لانه عجيب جدا. دستير في العالم كل جوهرها لحد من صلاحية الحاكم. وتقييد الحاكم. عند كالجوهر. جوهرها تقييد الحاكم. سماها بعد السلطة المشروطة. سارت ثورة مرة في ايران في الف وتسعم lagi ثلاثة سموها المشروطية يعني الدستورية لأنها تعمل إحنا عندنا دستور عجيب عملا قيس عيد لأول مرة يتعمل دستور ليطلاق يد الحاكم ويعطى الحاكم صلاحيات أمبراطوري. القانون الانتخاب زاد كيف كيف عجيب. القوانين الانتخابية في العالم كل تتعمل لتنمية الديمقراطية. لتوسيع المشاركة الديمقراطية. احنا عمل لنا قالون انتخابي لتضييق المشاركة والاستبعاد شنو الأكثر حاجة يعني تراوها اللي فيه قانون الانتخابي اللي مزيل في الرايد الرسمي ويمكن يدخلوا عليه بعض التعديلات من نعرفوش. شنو الحاجة اللي استفزتكم. لا بجوب لا لا. نخرجو من المنطقة. يا سيدي انتو مقبلتو بالمسار. نتصورو نحطو الصورة هذي. نعرف انتش يقول. شنو الحاجة اللي تراوها انتوما في هيدا. لا تحبين ندخلوا في منقشة القانون تقنيا بينظفرين. تقنيا وسيئة. ايه تقنيا وسياسيا. لا بجملة. ايه. بجملة. هو قانون على الفكرة روي يتعارض حتى معدو السور قيسعي. فيش. فيش. مثلا في قرار مساواة بين المواطنين. ما فيش مساواة. يميز بين التوانسة اللي عندهم جنسية واحدة والتوانسة اللي عندهم جنسيتين. كانهم خوان. التوانسة اللي عندهم جنسيتين. يميز بين النساء والرجال. التناصف لحقاقات المرأة بفضل نضالاتها وبفضل زادة قناعات الناس الديمقراطيين والتقدمين. وكان تناصف فوقي وعامودي نصفة. وبقيت تناصف في التزكيات. معنى النساء يجوا يزكوا ثم شكر الله وصعي يكوننا. نقطة موالية. هذا قانون الانتخابي جاي باش يطلع برلمان بلا سياسة ولا سياسية. كالاش قلتك عجيب رو. معنى القوالين الانتخابيين مفروض تنمي السياسة. لا هذه تجرة في السياسة. ولكن انت كنت تقول حتى في لقائتك السابقة مع أستاذ قيس سعيد كنت تقول نقاش حول نظامه السياسي. دونك عنده تصور قيس سعيد لنظام السياسي ونظام متى وكيف يرى الحياة السياسية؟ ايه لا عنده تصور من حقها كمع من حقه يواحد لا مرة تصور البلاد مش مش لك وحدك رو. هوا مالا استفتاعي وقالك شارك عالى. ليس نرجع نرجعو الاستفتاى نرجعو الاستفتاى. نرجعو الاستفتاى وتم قلولوا لا رو. قلوا لي. لا الاستفتاى. انا حبي نذكرا بحاجة بسيط حتى في المجالسة البلدية عملوا عتبة. يقولك باش الاستفتاى يولي吼لابل على الأقل يشاركو ثلث من تعال ناخبين. هذا الاستفتاء قاطعه معناها ثلاثة اربع التوانسة هذا الاستفتاء الربع ثلاثة اربع التوانسة ممشوش شاركو بتقول لي مش انت مقنع نو مش مش يعني فامة لي مشاركشو فامة لي قرر المقاطع باي باي ميسيلش ميسيلش تقول المشاركة مكنتش كبيرة يعني طبعا طبعا شوش هي حجيتة هذي رو دسور رو قانون القوالية رو قانون القوالية اتعديه انت بربعه الجسم الانتخابي في سياقات في انت يفيدك كل شي فيدك كل شي ووفشلت في انك تقنع ثلاثة اربعة التوانسة يجوك نرجع للدستور اذا بعض النقاط اللي انت اشرت لهم قلنا على حمدية الجنسية على حذور المرأة قلت مش يكون برلمان بلا سياسة بلا سياسة ولا سياسة ما نوضحه اش معناها لا فيه كتل لا فيه احزاب احنا كنا نحكو على برلمان متشضي موان عالم متشضي كانوا فيه كتل تعرفي البرلمان هذا قداش فيه من كتلة قداش فيه من نايبهم مية واحد وستين نايب مانا مية واحد وستين كتلة كل واحد امتهم برأسه ميش معناه الغاية منها هو برلمان متشضي لا قادر يجتمع حتى على شي باش يبقى مجرد غرفة لتسجيل وتزكية اه يعني ارادة قسعي نقطة الموالية حرمان النايب من دوره الوطني ورجعوه يمثل المحلي وربما حتى العروشي والعشائري نقطة الموالية مسألة التمويل العمومي تبويل عمومي ما ثماش معناه كان لي عندهم فلوس كان لي عندهم فلوس مسألة التزكية لهي أنا بعض حزاب بعض حزاب كنا نحكو على مشاركتها ثم بعض حزاب أنا أنا نقول باش بتشارك أربعمية أربعمية تعرفيش معناه كان يترشح في الدوائر كل معناه لازم اقربة خمسين ولا ستين الف تازك قادر يجيبهم قادر يجيب انتي غدوة انتي غدوة تخب تتقدم لانتخابات هذي بتنجمش تجيب لا في الظروف هذي انا منتقدم الهات اما انتي معروف في الجنوب في جيزك تتقدم اي شخص بيت شخص من جيرانك لا منتقدم لا اللهم كاريري بأربعمية بأربعمية تسكي لا لا لاني مش كاريريس لاني مش غايتي محمد الحامدي يولي عنده واجهة وشارية نايف انا غايتي اني يكون نايف عن الشعب حقيقة وميكونش ديكورو بشكونو نواب را اما كما نواب برلمان بن علي ولا عقل لاني علىقل نواب برلمان برشا مقارنة مع بن علي مع الاسف كل مرة مع انتها مع الاسف مانيش فرحان بها لهالدرجة يعني مانيش فرحان بها ومع الاسف رفي بعض مقارنات ترجح الكفة لصالح بن علي مع الاسف وذي محمد الحامدي يقوله را اي مع الاسف فيه اي انا كنت معارض لبن علي قلت من اكبر معارضي مش معارض صح مع الاسف نختم معاك ختل الوقت وفيه ولكن في جملة قاعدين نعيشوا على وقع ملف ملف التسفير وملف التحقيق مع حيادة قيادة حركة الناد كفيش نتابعوا عندما في التائر الديموقراطي في التعاطي مع هذا الملف انا نتابع بانزعاج تعرفي علش الانزعاج علش الانزعاج عليا انه لانه ضربنا وقاعدين نضربوا في سورة القضاء بشكل معناها التوانسة معادي يطمانوا لشي معناها ما اخرجناش من لعبة هل القضاء هو قضاء النهضة ام قضاء قيس حيت معناها القاضي توهو نفسه الله يعونه وبرة معنا القاضي أم يالونه كان اخذي القرار ه Knocked هذه عملية ضرب القضاء هي اللي تخلي الناس معاش عندها ثقة هذي فيما يخص للقضاء ما يخص ملف التسفير يعني في نهاية الامر فيها فيها اي ملف لا ام لا غير لو كان القضاء عندها هيبة ولكن القضاء ما اسعتاش السلطة السلطة والسلطة اللي يجت بعدها لوضع اليد عليه. رأوا فعلا يحتكم للناس ويحترموا احكام. الان انا 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 نعتبر ان الملف هذا ملف تفسير ولا غيرها. من حق التوانسة يعرفوش تارفيش. ومن حق التوانسة انه يتحاسب كل من اسال الامن الوطني او الاقتصاد الوطني او حتى اعمل دمر للانسانية خطر الارهابر او دمر للانسانية. مش حقهم. وآآ يعني لا 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 تسامحا مع من ثبتا. لكن في نهاية الامر زادة شروط المحاكم العادلة والاجراءات واحترام الاجراءات واحترام القضاة زادة رو رو من الجيمة شانا ابوه على اخوه. ومن الجيمة شانا في سياق يستهدف فيه المعارضين. الا ونشك في انه رو الغاية هو استهداف المعارضين. اكثر منها الغاية. يعني انا. شكرا. نعطيك حاجة. عشرة ثوات. حاجة نختم به. حاجة نختم به. سيد قيل سعيد. سيد قيل سعيد. الان لي. فتح ملف التفسير. التسفير عفوا. مم. ويلة فتح آآ ملفات آآ اغتيال شاهدين شكري ومحمد يرحمها. مم. انا نقول رو للتاريخ لم تعرف له مواقف واضحة في هذا. بل نذكر توانسة. حينما جرمت الترويكا. الترويكا جرمت انصار الشريع. ترويكا منعت انصار الشريع. باعتبارة ان امراك. عندها تصريح يقول فيه انه تجريم آآ التجريم انصار الشريعة. آآ امر ليس قانوني وانما هو تقدير سياسي. ننتظر ايضا جبهة لم الخمسة احزاب هذي ومعهم حركتنا. هذا بمأنكم وعندكم نفس الموقف حتى في هذا. لا 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 استنى لا استنى لا استنى. احلى الجبهة اللي نوينها هي اللي اعملناها. كان نوية غيرها اللي اعملها. شكرا لكم سيد محمد الحامد يكون ديفنا للمفل ماتنى اللي.